السلام عليكم مرحبا بكم عزائي المشاهدين في قناة نورشاني الوصفات نصائح جمال وعلاج فيديو اليوم هو وصفة او خلطة او كيراتين طبيعي لفرد وتنيم الشعر بدون اللجوء الى استشوار بدون اللجوء الى اي مواد كيماوية للشعر الوصفة رائعة خطيرة رهيبة جدا تعطي النتيجة على حسب نوع الشعر نتيجة تبدأ من نصف الساعة فقط تظهر النتيجة وذلك على حسب نوع الشعر المهم فلنبدأ باسم الله بالمكونات وطريقة تحضير وطريقة استعمالها ايضا لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك سوف احتاج اول شيء الى بيضة كاملة او يمكن استعمال فقط اصفر بيضة واحتاج معها الى نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الدوبان لكي اتخلص من الرائحة الكريهة للبيض بعد ذلك سوف احتاج الى ملعقتين كبيرتين من النشا او بما يسمى بدقيق الدرة الرهيب والمعروف جدا في تنعيم الشعر كل بيضة نحتاج الى ملعقتين كبيرتين من النشا يعني اذا ضعفتم الكمية مثلا بيضتين تحتاجون الى اربع ملاعق وهكذا سوف احتاج الى ملعقة كبيرة ونصف من اي زيت زيت تلائم شعركم انا هنا اخترت زيت قمت بصنعها زيت زيتون مع اوراق الغار ويعني زيت قمت بصنعها سابقا وضعتها ايضا في القناة سوف اترك ربطها اسفل يمكن استعمال اي زيت متوفرة في المنزل وصوف احتاج الى الخميرة الخميرة الفورية هذا هو شكلها الموضح هنا هذه الخميرة التي توجد لدينا في المغرب وتوجد ايضا الخميرة الثانية التي تكون على شكل حبوب اظنها متوفرة في جميع البلدان العربية يمكن استعمالها ايضا لكن انا بنسبة لي افضل هذه الخميرة لانها تعطي لمعان وترطيب رائع جدا للشعر كما رأيتم هنا وانا اقول المكونات ايضا اضيف مكون على مكون يعني اضفت الناشا الى البيض ثم اضفت الزيت ثم الخميرة اضفت لها القليل من الماء الدافئ لكي تذوب ثم اضيفها على الخلطة اقوم بخلطها بالملعقة عادي جدا ثم بعد ذلك استعمالها على الشعر وذلك كأنك تفرض الشعر او كأنك تضع كيراتين للشعر ثم تتركها نصف ساعة كما قلت بالبلاستيك مع وضع ضروري جدا وضع بلاستيك غدائي او بلاستيك خاص بالشعر والنتيجة تظهر على نصف ساعة يمكن تركها حتى ست ساعات كحد اقصى ست ساعات كحد ادنى هي نصف ساعة فقط بعد ذلك تغسل شعرك عادي جدا يمكن استعمال بلسم اول شي ثم الشامبو ذلك لمن يعاني من الشعر الجاف كثيرا وكان هذا الفيديو اليوم اي سؤال او استثار تركوا اصل في التعليقات النتيجة ان شاء الله من اول استعمال وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر